هرجع لك على التقرير الأخير اللي صدر تقريباً إمبارحة أو أقول إمبارحة من جولدمن ساكس واللي تقال فيه إنه يصبح لدى مصر فوائد تمويل احنا كنا بنتكلم على عجز التمويل في 23 24 عندنا فائد تمويل يقدر تقريباً ب26 مليار فائد تمويل إذن 20-24 بأمر ربنا سبحانه وتعالى وبالجهد اللي تبذل وهو جهد مهول من فخمة الرئيس ومن الحكومة يعني جهد مهول من الدولة علشان نوصل من نهاية 23 بعجز تمويل إلى إنه لم ينتهي الربع الأول من 24 وعند فائد تمويل وده مش كلام يوسف ده كلام جولدمن ساكس وأرجوك رجع ورايا